سحابة ضبابية تكاد تخفي معالم العاصمة الإيرانية طهران هو ليس ضباب الشتاء بل تلوث هوائي ارتفع معدله إلى مستوى خطير الحكومة الإيرانية عطلت مؤسساتها ومرافقها في طهران ليومين للتخفيف من حدة التلوث وزارة الصحة كررت تحذيراتها للمواطنين عساها تحد من الحركة على الطرقات أعتقد أن المشكلة تعود لعدد السيارات على المواطنين استخدام وسائل النقل العمومية ما يقلل من تكرار أزمة التلوث التي تؤثر على صحتنا التلوث يرفع عدد المراجعين بأمراض الرئة والقلب إلى 30% المدينة محاطة بالمصانع ويمشي في شوارعها ما يقارب ثلاثة ملايين سيارة تتميز طهران جغرافيا بأنها محاطة بسلسلة جبال وتقل فيها الأمطار وحركة الرياح لفترات طويلة ما لا يسمح بدوران الهواء الملوث الناتج عن وقود السيارات الذي لا يرعي المقاييس الفنية فضلا عن تركز المعامل غرب العاصمة الحكومة حاولت ضبط تحرك المركبات وفق أرقامها الزوجية والفردية حسب أيام الأسبوع وشجعت على استخدام وسائل النقل العامة علها تحاول التحكم بالمشكلة الجبال تحيط بالعاصمة فلا تسمح بتحرك مجرى الهواء سيارتها ومصانعها تزيد الطينبلة والنتيجة أزمة تتكرر سنويا فيحصد التلوث في طهران حياة الآلف فرح الزمان شوقي المؤسسة لبنانية لإرسال انترناشنال طهران